بيقول ان فيه يعني ساعات قليلة بتشهد طبعا تفصيل جديدة فيه مفاوضات نادي الزمالك مع نادي البنك الاهلي علشان يضم المهاجم ناصر منسي في الانتقالات الشتوية الجارية نادي البنك الاهلي بيطلب من الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه كمان الحصوله بشكل نهائي على خدمات اتنين من الزمالك والمعارين وسامة فيصل وحمدي علاء حتى الآن الزمالك لم يوافق على طلبات البنك الاهلي هو بيحاول انه يتفاوض علشان يقلل من المقابل المالي طيب احنا لسا مكملين مع الاخبار الخاصة بنادي الزمالك ادارة الكورة في نادي الزمالك فيه الساعات اللي فاتت ديان بتعقد اجتماع مع عسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق علشان ايه؟ علشان تتكلم معنى الموقف بتاع الفريق وكمان طلبة ادارة الكورة في الزمالك من عسامة نبيه انه هو يعمل تقرير شامل وعاجل على ايه؟ على النواقص بتاعة الفريق كمان تقرير عن الصفقات الفريق نادي الزمالك محكتها محتاجها في المركاتو الشتوية علشان التعاقد معاها احنا قلنا ان خلاص فاضل خمس ايام ويباب الانتقالات الشتوية يغلق طيب بنتكلم عن كابتن قسامة نبيه بنتكلم عن اربع جلسات تم عقدهم مع الادارة الفنية مع الابين هنتكلم عن تفاصيل الاربع جلسات ديان الاربع جلسات ديان هي اللي بترسم تقريبا شكل نادي الزمالك فريق الكورة في نادي الزمالك هيكون رايح فينا اول حاجة اول جلسة بعانا هي الجلسة اللي كانت ما بين كابتن قسامة نبيه ورئيس نادي الزمالك خلالها تم الاتفاق على تفاصيل الصفقات تفاصيل التعاقدات في المرحلة المقبلة قلنا ان مطالب من كابتن قسامة نبيه ان هو يعد تقريره بشكل عاجل عن النواقص بتاعة كل مركز وتقرير عن هو محتاج مين في المركاتو الشيطوي والشكل طبعا اللي حيسير عليه الفريق مع اسامة نبيه في الدوري وكمان عندنا بطول الدوري الطال افريقيا دي الجلسة الاولى الجلسة التانية جمعت ما بين كابتن اسامة نبيه وما بين لعيبة الفريق كابتن اسامة اتكلم معه اللعيبة على ان هو خلاص اللي حصل خصل صفحة البرتغالي جوزبالدو فرير لازم يتم طيها لازم نركز في المرحلة المقبلة علشان ايه؟ علشان طبعا نحسن من مستوى نحسن من اداء اللعيبة نرجع تاني مرة اخرى لنغمة الانتصارات وكمان في حاجة أسامة كابتن اسامة نبيه وانا يعني هو يعني اكن له الاحترام والتقدير على اللي هو قاله ان هو يعني فترة فريرة اه اه اهنا حنشيد بما قدمه فريرة ودي حاجة محترمة جدا من كابتن اسامة نبيه وبيأكد ان هو احد افضل المدربين اللي قادوا نادي الزمالك هو فقط وجهه سوق توفيق علاقية حال يعني هو مش عايز يغفل الايه الفضل بتاع فريرة جوزبالدو فريرة في الفترة الاخيرة لنادي الزمالك علاقية حال دي كانت تفاصيل تقريبا الجلسة التانية اللي جمعت ما بين كابتن اسامة نبيه واللعيبة تفاصيل الجلسة التالتة جمعت ما بين اه ما بين رئيس نادي الزمالك وما بين اللعيبة في الجلسة دي انشادت عدة رسائل من رئيس نادي الزمالك اللعيبة طالبهم فيها بشكل واضح بشكل صريح ان هو ان هم يعملوا على تصحيح المصار استعادة الانتصارات كل جماهير نادي الزمالك منتظرة من اللعيبة بتاعتهم الاداء الرجولي الاداء القتالي في الملعب وضعت طبعا في مسندة للفريق في كل الاوقات طيب دي بالنسبة للجلسة التالتة الجلسة الرابعة ودهين حاجة مهمة شوية ليه بقى في الجلسة الرابعة جامعة ما بين برضو رئيس نادي الزمالك مع السنائي احمد فتوح وعبدالله جمعة في حضور كابتن محمد عبدالشافي احد طبعا كباتن الفريق كان محور الحديث حول ضرورة ان هو يتم غلق صفحة الفترة اللي فاتت ان يتم التركيز مع الفريق ان هم يستعيدوا مرة تانية المستواهم علشان يرجعوا تاني للتشكيل الاساسي للاسكويت بتاع نادي الزمالك